اشتركوا في القناة في هيئة علماء المسلمين في العراق نستضيف فيه في هذا الخميس الدكتور عبد الكريم أبو سماحة ليلقي محاضرة بعنوان السنن الربانية من خلال القرآن والسنة والدكتور عبد الكريم أبو سماحة هو مستشار في إدارة المستشفيات يعني هو طبيب الرجل ومستشار في إدارة المستشفيات ومحاضرة اليوم عن السنن الربانية من خلال القرآن والسنة فليتفضل مشكورا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا الموضوع من المواضيع التي يجب على المسلمين أن يفقهوها وهذا الأمر كان بالنسبة للمسلمين ألف باه فإن الله سبحانه وتعالى كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة العرب كانت أمة أمية وأمم الأرض أخذت مئات السنين حتى فهمت هذا الموضوع الأمانة أن كثير من الأمم الأرض فهمت هذا الموضوع وأتقنته وعرفت كيف تتعامل معه بينما أمة العرب لما جاء الإسلام ما كانت أصلا في خلدها ولا خواطرها ولا تفكيرها مثل هذا الارتباط بين الدوائر وبين حركة الناس والارتباط سواء في الأرض ولا في المجتمعات ولا في الكون جاء القرآن وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات هذا القرآن أنه خلال خمسة وعشرين سنة أو ثلاثة وعشرين سنة نقل العرب من أمة أمية لا تفقه شيء من هذه الأمور لا تفقه شيء إلى أمة تفقه هذا العلم وهذا الفهم وهذا الناموس الذي يحكم الكون خلال ثلاثة وعشرين سنة فكانت تمارسه وتسلكه وتقيس حركتها في الحياة بمن خلال هذا الناموس وهذا القانون الرباني والحقيقة من أجمل ما قرأت في هذا الموضوع كلام سيد عند قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن بالنسبة لأمة العرب هذا موضوع جديد موضوع جديد الارتباط بين حركة الناس وعلاقات الناس وحركة النفوس وحركة المجتمعات وبين القوانين الربانية التي تحكم تحكم التاريخ تحكم المجتمعات تحكم الكون تحكم حركة الحياة هذا جديد قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبته المكذبين هذا المدخل حبيت يعني أبدأ في الموضوع حتى نفهم أهمية هذا الموضوع إخواني الله سبحانه وتعالى قد أقام الكون على قوانين وهذه القوانين تحكم الفلك تحكم النجوم تحكم حركة الحياة وهذه قوانين الفيزياء قوانين الرياضيات قوانين الكيميا قوانين ربانية الله سبحانه وتعالى أقام الوجود عليها وكلكم تعرفوا أكثر مني ممكن أن هناك معادلات خلقها الله تحكم الوجود تحكم الكون سواء معادلات المغناطسية والكهر المغناطسية والنووية وغيرها وغيرها بالمقابل هناك قوانين وهذه النقطة اللي لازم الناس فموها مثل ما فيه في الوجود والكون قوانين تحكم الفيزياء والكيميا والرياضيات والفلك هناك قوانين تحكم حركة التاريخ وقوانين تحكم حركة المجتمعات وقوانين تحكم النفس الإنسانية هذه القوانين أيضا كما أن تلك القوانين لا تتخلف فإن هذه القوانين أيضا لا تتخلف وهذه القوانين الله سبحانه وتعالى جعلها وبثها ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الشريفة استطاع المسلمون أن يفقهوها وأن يفهموها ففهموا معادلة التغيير هذه النقطة اللي لازم نوصلها فهموا معادلة التغيير لأن القوانين لا تصادم لا يمكن لأي أم أن تصطدم مع القوانين وتنتصر هذه القوانين قوانين الله غلابة سنن الله غلابة فلا يمكن أن تصطدم بالسنن وتحقق مرادك لا يمكن أن سنن الله غلابة لكن هناك ملاحظات على هذه السنن لابد من فقهها ومن فهمها حتى أنه أيضا ما ندخلش في صراع نفسي هذه القوانين في التاريخ والمجتمعات وحركة المجتمعات والتغيير ليست لحظية أول سمة إلها أنها ليست لحظية شو يعني؟ يعني في الكيميا بتحط مادة مع مادة بنتج مادة لحظية في الرياضيات في الفلك في الفيزياء في أشياء رأسا المعادلات والسنن المجتمعية والتاريخية هي حركات تاريخية يعني تأخذ فترة من الزمن قد تأخذ جيل قد تأخذ جيلين قد تأخذ قرن إذن هي حركة وحركة تغيير وهي موجودة لكنها ليست يعني اعمل هيك بطلع هيك هذا مش موجود في حركة التاريخ لأنها تتعلق وهذا من رحمة الله بالمجتمعات وهذا من رحمة الله وحلمه على المجتمعات وعلى البشرية لأنه لو كانت مثل الرياضيات كان ما استقامت الحياة على الأرض أصلا ولكنها هي عبارة عن عملية تغيير وهي تأخذ وقتا وتأخذ زمنا قد تأخذ جيل قد تأخذ جيلين وقد تأخذ أكثر أو أقل ولكن من المعجزات التي حصلت كانت عملية التغيير التي جاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يغير واقع من أسوأ واقع في الأرض إلى أحسن واقع على الأرض خلال فترة زمنية يعني لا تذكر في عمر الأمم وفي عمر التاريخ الملاحظة الثانية هو أن هذه القوانين عادة يجب أن نفهم في قوانين متعلقة بالفرد في النفس وهي سنتطرق إليها في علاقة العب بربه في قوانين الاستقامة قوانين الهداية قوانين حركة الإنسان في الحياة وفي قوانين متعلقة بالمجتمعات أو بالقوم كما يقول ربنا سبحانه وتعالى هذه القوانين الربانية المتعلقة بالأقوام أو بالمجتمعات أو بالأمم لا تؤثر فيها مباشرة حركة الإنسان الفردي يعني هي قوانين جماعية مجتمعية وليست قوانين فردية يعني شخص أو شخصين أو مية أو متين ممكن أن يغيروا مثل هذه فيعني يصير فيه ألف واحد يصلي الفجر في الجامع ما معناها أنه المجتمع يتغير وإنما نحن نتكلم دائما عن المحصلة تبعة المجتمع يعني المنحنة البيانة تبعة المجتمع كيف يسير وهذه المعادلات مهم جدا نفهمها لأنها لها أهمية في موضوع تغيير الاجتماعي وفي موضوع تغير المجتمع من حال إلى حال سأضرب مثال يعني كلنا بنعرفه هذه القوانين في المجتمعات قد يكون أكثر من قانون بشتغل أو قد يكون أكثر من عامل في المجتمع يشتغل هناك عوامل هدم وهناك عوامل بناء الآن أنه اللي بغلب هو اللي بأثر على إيش على النتائج المتحصلة في حركة المجتمع مثلا في روسيا في الاتحاد السوفيتي كانت القوانين الربانية في زوال الحضارة في زوال الدولة في زوال القوة كانت قوية جدا فلذلك زال الاتحاد السوفيتي بسرعة أكثر أمريكا فيها عوامل زوال إلا أخلاقية والإنحلال والفساد والعدوان والظلم لكن فيها عوامل بقاء من العدل والحرية وغيرها من القوانين الربانية التي تديم الحضارة التي تديم المجتمعات التي تطيل عمر المجتمعات فلذلك لاحظنا أن أمريكا اتأخر زوالها لأن فيها من عوامل البقاء ومن عوامل البناء ومن عوامل الاستمرارية ما يؤخر سقوط مثل هذه الحضارة هذه قضايا لازم نفهمها حتى نفهم هذه الأمر أيضا مثلا 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 آخر من القرآن الكريم في موضوع أنه الزوال وعدم الزوال أو في موضوع أنه نرى أنه مجتمعات تعادي ربنا سبحانه وتعالى بعيدة عن الله ولكنها مالها لا زالت تعيش في بحبوحة أو تعيش في غنى وتعيش في نعمة يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا هنا أنا أجبت هذا الموضوع مشان أستشهد فيهاي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هذا التفسير إذن قد يكون المجتمع يمر في قانون آخر وهو قانون الاستدراج القوانين كثيرة ونحن نستطيع أن نغطيها فسأشير إلى بعضها في القرآن الكريم إذن أنت قد ترى مجتمع تقول طب وين قانون ربنا إنه كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة طب ليش من كلك يا عمي طيب هذا الآن هو يمر في مرحلة أخرى في قانون آخر في سنة أخرى من سنة الله قاعدة بتشتغل فيه ألا وهي سنة الاستدراج ألا وهي سنة ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذي ظلموا شوف لاحظوا التعقيب القرآن ما أجمله والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يأخذ الظالمين الحمد لله الذي يغير الأحوال لأنه لو استمرت الأحوال على ما هي لفسدت الأرض طيب نرجع إلى الأمر من هذه القوانين التي يجب أن نفهمها جيدا ألا وهو أن هذه القوانين لا تحابي أحدا ولا تعرف التمييز بين مسلم وكافر طرح النقطة مهمة جدا وهذه مشكلة المسلمين بفكروا أنه مدامهم مسلمين إذن السند راح تحابيهم إذن هم لهم واسطة عند ربنا لا والله الله سبحانه وتعالى لما تكلم على القانون شو قال قوم مطلقة قوم محددش مسلم ولا كافر قوم محددش أي قوم فإذن هذه القوانين لما بتشتغل هذه بتشتغل على المسلم والكافر وبتشتغل على الناس كقوانين مع البشر ولذلك هذه القوانين لا لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا ولا إلها علاقة إنك إيش الآن مسلم وكافر إلها إلها قوانين أخرى موضوع ثاني لكن كقوانين تغيير اجتماعي وإحنا هذا اللي معنيين فيه كلنا الآن موضوع التغيير الاجتماعي موضوع تغيير المجتمعات كقوانين هذه هذه ما إلها دخل إنت إنت بشر بالطبق عليك القانون ولذلك الله سبحانه وتعالى قال شو الآية لكل حظنا لكن كم من عيش فيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه موال إذن إن الله لا يغير ما بقوم عملية التغيير يجب أن تبدأ من وين يجب أن تبدأ من بأنفسهم وهذه الآية دليل على ماذا على أن التغيير تغير اجتماعي وليس فردي تغيير اجتماعي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني ليس واحد واثنين ومئة وألف وإنما بيسير صفة المجتمع وهذا الموضوع الحقيقي كان واضح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من السنة الآن نجيب مثال قال قام صلى الله عليه وسلم فزع فقال هلك العرب فتح اليوم من ردمها يأجوج ومأجوج هكذا أو قال ويل للعرب من شر قد اكترب فتح اليوم من ردمها يأجوج ومأجوج هكذا فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله اسمع القانون الآن أنهلك وفينا الصالحون طيب في صالحين في ناس ملاح ومحترمين وملتزمين أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وهنا لابد من الوقف على موضوع كثر الخبث يعني مش أنه والله في معصية وفي يعني في ناس بغلطوا كل المجتمعات فيها ناس بغلطوا لكن أن تصبح في المجتمعات من قوانين ربنا المجاهرة بالمعصية شيوع المعصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع هذه هي جديرة بماذا بأخذ المجتمع نيجي على القانون اللي بدعم مثل هال قال فلولا أشوفي صورة هود صورة هود مليئة بالقوانين لأنها صورة تتكلم ملخص التاريخ البشري من خلال قصص الأنبياء مع أممهم إحنا مشكلتنا أنه ما بنقرأ القرآن بطريقة نفهم السنن مع أنه الأصل في فهم القصص القرآني هو فهم السنن لأنه في القصص القرآني تلخيص قوانين التاريخ من خلال هذه الأمم ومن خلال التعامل الرباني مع هذه الأمم في نهاية قصص القرآن في سورة هود وسورة هود غنية جدا بتلخيص قوانين التاريخ ماذا يقول ربنا؟ قانون رباني كبير قال فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم إذن من أسباب هلاك الأمم هذه قانون من أسباب هلاك الأمم هو عدم وجود النهي عن المنكر وقد كثر الله سبحانه وتعالى لنا من الأمثلة من الأمم في هذا الموضوع فقال عن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى من مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال في الآية الثانية في سورة الأعراف اللي هي سورة الاستخلاف من من قرأ سورة الأعراف على أنها سورة الاستخلاف وهي تعطينا نموذج وتفاصيل وقوانين الاستخلاف في الأرض وعطتنا نموذج متكامل من بني إسرائيل في الاستخلاف ثم في نزع الخلافة هكذا بدنا نفهم القرآن الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أعطانا مثال متكامل من أمة أنشأها من العبودية لتصبح أمة قائدة ورائدة ثم لينزع منها الخلافة وقال لنا السبب سبب العلو وسبب النزع فقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة لم تعضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون هاي أسباب بقاء الأمة أسباب دفع العذاب أسباب تأخير العذاب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا كردة خازئين ثم يأتي تأتي النتيجة وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إذن إخواني لما نقرأ القرآن ونتفهم ما فيه من سنان نتفهم القوانين التي تحكم حركة المجتمعات وحركة التغيير وهذه القوانيط ليست فقط على مستوى الاستخلاف وغيرها حتى على مستوى النفس وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى الهداية إصبع ماذا يقول ربنا مثال على مستوى النفس الإنسانية وهدايتها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا هنا بيجي قانون استكبارا في الأرض ومكر السيء إذن وينما فيه استكبار فيه والعياذ بالله حرمان من الهداية وينما فيه استكبار فيه حرمان من الهداية إذن فيه قوانين حتى على مستوى النفس الإنسانية على مستوى إقبالها أو إدبارها عن الله سبحانه وتعالى كما يقول ربنا سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا قانون هذا إذا أنت أردت الهداية يجب أن تقرأ مثل هذه الآيات قراءة تدبرية قراءة سننية بحيث تفهم أنه أنت ليش مش راضي قلبك إليلين مش راضي قلبك يستك مع الله إذا أنت أردت الهداية تشوف تقرأ القرآن ما هي أسباب الهدى ما هي أسباب الضلال ما هي أسباب الصد عن سبيل الله كلها قوانين ترى فلذلك لابد من قراءة القرآن بهذه الطريقة حتى أنك أنت تدرك أن هناك قوانين تحكم حركة النفس وتحكم حركة المجتمع وتحكم حركة التغيير وهذه من خلال القرآن الكريم ستكون لك واضحة حتى أنه إيش حتى أنك تستفيد منها لذلك الله سبحانه وتعالى شو قال في بعض القصص كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق لنثبت به فؤاده وآتيناك من لدنا ذكرى إخواني لا بد من فهم هذه القوانين نرجع على قاعد أخرى من قواعد السنن الربانية من مواضيع السنن الربانية هو أن هذه السنن قد يحصل فيها تعجيل أو تأخير لكنها لا تتخلف فمثلا إقبال الناس على الله قد يعجل في عملية التغيير وكثرة المعاصي في المجتمعات وكثرة الذنوب في المجتمعات وكثرة المظالم في المجتمعات تعجل بزوال الأمم وتعجل بزوال إيش؟ الحضارات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كم حذرنا من ذنوب تهلك الأمم وتنزع منها الاستخلاف أحد علماء المغرب تكلم عن زوال حضارة المسلمين في الأندلس طبعا حضارة كبيرة قوية يعني كانت حضارة يعني عمر نزعت بهذه الطريقة المؤلمة المبكية فقالوا لما درسوها العلماء الرابين وما أقل ما مندرس التجارب إحنا فيها للأسف فالله إحنا مشكلتنا ما مندرس التجارب ولا مندرس التاريخ فقال إن من أهم أسباب زوال حضارة المسلمين في الأندلس هو شيوع الفاحشة وعدم الإنكار من أهل الإنكار على من يقوم بالفاحشة إخواني الفواحش هذا قانون رباني وما شاعت الفاحشة في قوم إلا أعد العقوبات التي أخبر بها الصادق المصدوق عن نتائج شيوع الفواحش من الأمراض ومن ظلم الأئمة ومن انقطاع الأمطار ومن ومن عقوبات شيوع الفواحش في المجتمعات هذا قانون إذن إذن الموضوع هو موضوع سنن فلذلك الموضوع مش موضوع حرية فردية ولا موضوع إنه والله شو دخلك أنت في الشيء شو دخلك أنت تعيش في مجتمع مترابط متماسك اختلاله في جانب معين كما أخبر الصادق المصدوق من يعني من الأحاديث التي تتعلق بالسنن وتعلمنا السنن حديث السفينة حديث السفينة إنه كمثل قوم ركبوا سفينة ناس في إعلاها وناس في أسفلها يعني ما بدي أعيد النصوص حتى ما نأخذ الوقت بالنصوص كنكم عفظين النصوص أكثر مني يعني حديث السفينة حديث واضح جدا في موضوع فهم السنن وأهمية إنكار المنكر وأهمية أن الناس يجب أن تأخذ على يد الذي يقوم بالمنكر في المجتمع حتى تقل مجتمع الهلاك والدمار والغرق والغرق ليش؟ لأنه هو لما بيعمل المنكر هو ما بس بيذي نفسه كما يقول ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة إذن الفتن بعض الفتن ما بتصيب فقط اللي بيكون فيها هاي النقطين مش إنه والله هو أسرف على نفسي راح جهنم روح جهنم يعني شو تغلنا فيك هي مشكلة إنه إنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل إيش بتعمل؟ بتحكم المجتمع كله إذن موضوع الفتن موضوع الفتنة التي تحدث في المجتمع الآن يعني موضوع الجرأة على المعاصي موضوع السفور اللي قاعدين يشوفوا في المجتمع موضوع البخص في الميزان الكيل موضوع المظالم موضوع العقوق الوالدين موضوع قطيعة الأرحام هذه نعم عبادة يعني أعمال فردية لكن أثرها مجتمعي وهذه النقطة اللي أنا بدي أوصل لأن قلت في قوانين تحكم الفرد وقوانين تحكم المجتمع لكن هناك تداخل تداخل بين حركة الفرد وحركة المجتمع فكثرت مظالم الأفراد تؤثر على حال المجتمع ولذلك إذا شاعت الفاحشة إذا انتشر المنكر إذا كثرت المظالم في المجتمع فإن هذه المجتمعات يؤذن بإيش بنزع الخلافة منها ونزع السلطان منها يبقى أن نقول إنه هذه الموضوع السنن وموضوع القوانين الربانية لابد من إدراكها الله سبحانه وتعالى قد درب لنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم منها وعلمنا بعض العلماء قال إنه في القرآن إذا قال كذلك بعد قصة أو بعد حدث فإنه إشارة إلى سنة فإنه إشارة إلى سنة كذلك نجزي القوم الظالمين كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة كذلك فبعض الإشارات تشير إلى هذه السنن من خلال الكلمات التي تشير إلى إنه القانون هيك بعد ما يعطي الموضوع حقه من الأشياء اللي لا بد من فهمها الحقيقة وهي موضوع بني إسرائيل يعني مش لأنه نحن الآن في صراع مع بني إسرائيل لكن حقيقة القرآن الكريم من الأشياء التي ركز عليها وفهمنا إياها هو منخص موضوع بني إسرائيل في القرآن الكريم لأنه غني غني بالتعليم يعني الله سبحانه وتعالى قص علينا كل القصص باختصار إلا قصة بني إسرائيل كانت بإستهامر وإطناب وكانت بي طبعا ما في تكرار حتى نكون واضحين ما في تكرار في القصة وإنما كل سورة يأتي من قصة بني إسرائيل ما يخدم أهداف السورة وما يخدم موضوع السورة فلذلك لا يوجد تكرار في قصة بني إسرائيل في القرآن وإنما هو يوجد تكامل بحيث إنك إذا جمعتهم كلهم مع بعض بكمل صورة متكاملة عن الموضوع حقيقة لا بد من الإشارة إلى موضوع بني إسرائيل في القرآن الكريم وهي أن بني إسرائيل أمة عندها تجربة متكاملة وهي أقرب الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم الله أن الصراع التاريخي سيكون بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل وكذلك أن بني إسرائيل كانوا يجاورون المسلمين الدولة الناشئة في المدينة كل هذه العوامل كانت لا بد من تعليم المسلمين مثل هذه المسألة بالنسبة لبني إسرائيل حتى يعرفوا كيف يتعاملوا معهم قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم غنية ومليئة بالقوانين الربانية وبالأحداث والتعليمات والقوانين حتى سأظرم لكم مثال بسيط موضوع العلماء اللي هو إحنا أنا برأيي الآن هو بصيبة المسلمين لأنه ما فساد الحكام إلا بفساد العلماء ولو كان العلماء ربانيين ما كانوا وقفوهم عند حدهم موضوع العلماء كم القرآن الكريم ركز وشرح وبيّن على دور علماء بني إسرائيل في فساد بني إسرائيل كم آية من عند وطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من عند اشترون بآيات الله ذمنا قليلة من عند يكتمون ما أنزل الله يعني شو بدأ أعدلك؟ أعدلك عشرات الآيات التي تتكلم عن دور العلماء في فساد الأمة لأن الله يعلم أنه إحنا أحد مصايبنا وهذه نقطة ترى مهمة إذا أنت بتكرأ القرآن بطريقة تنزيل على الواقع تنزيل القراءة على الواقع ستجد أنه كل اللي الله سبحانه وتعالى بيحدثنا عنه في بني إسرائيل أنه الآن إحنا مالنا أنه إحنا الآن قاعدين نوقع فيه والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كم من الأحاديث التي حذرنا فيها من أنه ما نوقع ترى بني إسرائيل صار فيهم هيك لا تعملوا ديروا باركم انتبهوا إن أول فتنة بني إسرائيل لا تتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع كم حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم من موضوع التقليد من موضوع التشبه من موضوع التغييرات من موضوع الهوى يعني ذكر لنا كم حصل مع بني إسرائيل وكانوا كنا انتبهوا إنه لا يصير فيكم مثل مصار فيهم وللأسف إحنا الآن قاعدين نعمل مثل مصار ببني إسرائيل قاعد بيصير فينا ومن الطعض لا من قرآن ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قاعدين من استفيد لا من السنة ولا من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من موعظة القرآن مع أنه والله إن ما أظن في تذكرة وموعظة حصلت لأمة من الأمة مثل ما حصل إلنا بالقرآن والسنة بالتحذير من أن يصيبنا ما أصابهم صدق الله العظيم لما قال أعوذ بالله ومن الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطهم كالذي خاضوا فإذن إحنا عملنا نفس يعني سلكنا نفس السلوك كالذين سلكوا سلوك الهلاك من قبلنا وخاصة بني إسرائيل والله لو تستعرض الآيات والأحاديث التي تكلمنا عن بني إسرائيل وأسباب هلاكهم وفتنتهم وما أصابهم والعقابات التي نزلت عليهم لرأينا أنه يعني إحنا أصابنا ما أصابهم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمتنا وإن كان الكلام في هذا الموضوع كثير جدا وأختصرنا إحنا فيه صلى الله على محمد عليه وسلم في ختام هذا المجلس المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد الكريم أبو سماح على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور على حضوركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته